اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل منطقة مناطق المملكة لها سماعة شخصية وعند افرستي هذا والاختلاف أن التنوح هذا هذا شيء مهم جدا ويعتبر مقوم من مقومات السياحة لما تحدث عن المنطقة الغربية وعلى المنطقة الشرقية والمناطق الشمالية وكذلك المناطق الجنوبية تكاد كل منطقة تختلف على المنطقة الأخرى أو الناس اللي عشوا فيها بين ثقافة الأكل ثقافة الزي الرقصات الشابية الحرفة اليدوية يعني في تنوح تنتقل سيارتك من خلال أربع ساعات أو خمس ساعات من منطقة إلى منطقة أخرى تجد يعني ناس تربطهم العقيدة والدين والوطنية لكن يختلفون في ثقافاتهم ولهجاتهم ومزيهم وهذا شيء ممتاز جدا وهذا شيء عنصر نجاح للسياحة السعودية طيب وشو تاريخ السياحة؟ السياحة بدأت السياحة السعودية موجودة والترقلات موجودة لكن كاجهة حكومية رسمية ترعاها بدأت مع صدور الأمر الملكي العمل فرمية وواحد وعشرين وإنشأت الهيئة العامة للسياحة لدى كان رئيس الأمين سلطان بن سلمان ولازال الآن تغير مصماحة تصبع تلهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعمل على تنظيم السياحة كان هناك عدم تناغم في قطاعات السياحة ولا تجد لها مظلة واحدة يعني مثلا عز المثال كالقطاع الفندقة تحت مظلة وصارة التجارة مع أنه يختلف تماما عن النشاط هو نشاط تجاري لكن له الأنظمة والتشريعات الخاصة فيها اليوم أصبح العمل أكثر تنظيما وأكثر منهجيا طيب لما تكلم على السياحة أو الحركة السياحية في المملكة العربية السعودية أول شيء راح نتكلم عن قطاعات السياحة راح نتكلم عن قطاع السياحة نفسه راح نتكلم عن قطاع الضيافة راح نتكلم كذلك عن النقل وراح أترك قطاعين اللي هي الإفنت والترفيه إلى المحاضرة الأسبوع القادم لأنها مرتبطة نوعا مع رؤية المملكة 20-30 وهي علوان محاضرتنا الأسبوع القادم طيب لما تحدث عن السياحة المملكة العربية السعودية اليوم في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال وليس الحصر تكلم عن 150 جزيرة على شواطئ البحر الأحمر في طول تجاوز 1150 كم لما تتكلم أكثر من 1400 كم تكلم عن 1150 جزيرة الخليج العربي عليها أكثر من 150 جزيرة هذه لم تستقل وهذا نمط سياحي قوي جدا وهي السياحة البحرية لما تتكلم عن المتاحب والسياحة الثقافية والتراثية تتكلم اليوم عن أكثر من 93 موقع أو هي من طب 93 موقع أثري وسجلتها العامة للسياحة والتراث الوطني وبدأنا رحض عليكم الرابط لللي عند رغبة يطلع عليها وتفاصيل أكثر عنها التكلم عن خمس مواقع من المواقع هذه سجلت في منظمة اليوسوسكو العالمية وهي مداعين صالح حي طريب الدرعية جدة التاريخية والرصوب الصخرية في حائل وأخيرا واحدة الأحسن التي سجلت قبل قبل تقريبا شهر من الآن أو شهر ونص سجلت في منظمة اليوسوسكو العالمية طيب لما تتكلم عن السياحة المملكة العربية والسعودية الحركة السياحية اللي موجودة عند الآن الغرض أو لما الواحد يسافر يكون عندها غراض من الغرض سياحي أو الغرض الهدف من السياحة للقمة أو أعلى الأهداف هذه هو السياحة الدينية مع أن الحكومة حكومة المملكة العربية والسعودية عندها تحفظ على هذا المصطلح ورمح هذا التحفظ ليه التحفظ هذا؟ القيادة أو الحكومة المملكة العربية والسعودية تشوف هذا فرض وليس خيار فرض أن تقدم الخدمات للحجاج والمؤتمرين فلذلك السياحة الدينية أي شخص يدخل المشاعر المقدس سيجد جميع الخدمات التي تقدم هناك هي خدمات مجانة تقوم بها الحكومة السعودية وهذا شيء ممتاز جدا لكن كذلك هناك بعض القطاعات سواء المتصلة بطريقة وباشرة أو غير وباشرة بالسياحة تحتاج أن يكون لها دعم أكثر لتطوير أو تطوير تجربة الحاج والمؤتمر المملكة العربية السعودية طيب لما نتكلم عن نسبة السعوديين الذين يعملون في القطاع السياحي اليوم نتكلم عن 28.5% فقط هم من يعملون في قطاع السياح الباقين كلهم أجانب فالفرصة واعدة جدا 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 طيب كم عدد الوظائف الآن السياحية عدد الوظائف السياحية الآن لموجودة بتتجاوز 993 ألف وظيفة سياحية طيب 28% فقط منهم سعوديين أو 28.5% ترى هذا الكلام هم من التامر هذا كلام مركز المعلومات السياحية في التابع له العامل السياحة والتراث الوطني طيب إيش هي الحركة السياحية الموجودة في المملكة عندنا الرحلات المغادرة والرحلات الوافدة والرحلات المحلية أول حاجة خذ نأخذ الرحلات المغادرة التي غادرت من الكرامية السياحية هي السياحة الخارجية الناس تطرع مملكة وتسافر طرها عام 2017 أو الربع الثالث من 2017 هذه آخر حصائية عن 3-4 سنة يتحدث عن 9.4 9.4 مليون ألف رحلة سياحية غادرت المملكة العربية السعودية وهذا في نمو 7.4 لما تحدث عن رحلات الوافدة أو الرحلات القادمة طبعا نتكلم عن جو وبحر وبر لما تحدث عن رحلات الوافدة هي 4.8 بنمو كذلك 5.3 لما تحدث عن رحلات المحلية هي تقريبا 16 مليون و700 ألف رحلة وهذه بنمو 6% طيب الانفاق وهذا اللي يهمنا الدراحة هي الشيء المهم هذه السياحة سياحة بيزنس فلما تكلم عن انفاق السياحة المحلية تجاوزا 20 مليار و400 ألف ريال برمو 13.8 13.8 وهذا ممتاز جدا النمو لذلك هناك في خيارات الناس تنقل لوجود خيارات لما شخص يترعب يتده إلى الرياض عنده خيارات يسويها في الرياض من عشطة وإلى آخرة لتعزيز تجربتها السياحية السياحة الوافدة عن فقط 40 مليار فاصلها 7 وهذا بنمو يعتبر 4.7% عن السنة الماضية مصرفات السياحة المغادرة وهذا الرقم فيه شيء أنا أحب لأنه هو لقد يفعلي سالم لكن الشيء ممتاز يدل على نمو ووعي المواطن السعودي بالمصاريف السياحية وكيف يدارك مصاريفها السياحية لما تقلنا رحلة المغادرة هي زادة 7% والمصرفات ناقصة المصرفات هي 30 مليار فاصلة 5 بمعدل النقص اللي صار فيه معدل 4.6% فهذا دليل الرحلات زادت لكن المصرفات قلت لذلك أتوقع أنه عبارة عن الظروف الاقتصادية اللي مرت فيها البلد لا زالوا الناس يسافرون لكن كان عندهم معي أكثر في عملية الانفاق السياحي في هذا المجال طيب لما أتكلم عن الغرض من السياحة والغرض من الحلات السياحية هذه اتكلم عن الغرض الأول 57% من الرحلات القادمة المملكة العربية السعودية هو الغرض الديني وهذا مهم جدا وهذه ركيزة أو هدف من أداف رؤية المملكة 2030 وراح نتحدث بإن الله عنها في المرحلة القادمة الغرض الثاني 16% من الرحلات السياحية القادمة المملكة العربية وأعمال بسرس المملكة من الجي 20 كونتريز يعني من مجموعة الدول العشرين أكبر الدول العشرين اقتصادياً ففيها حركة اقتصادية مهمة فكثير الناس يجون تحت رمض سياحة الأعمال بزرس وبيتيمز وإلى آخره الغرض الثالث هو وزارة الأصدقاء وتقريباً 17% وهذه كذلك يعني ترابط المملكة اجتماعية مع دول الخليج لدينا والغرض الرابع 6.9% ترفيه وأغراض أخرى 3.9% طبعاً الأغراض الأخرى تكاد لأغراض تعجيمية تكاد لأغراض ثقافية أثارية إلى آخره بهذه الأغراض إلى 2017 هذا مع عدم وجود الفيزة السياحية لحد الآن الفيزة السياحية المملكة العربية السعودية الأنظمة واللوائح جاهزة ورفيعة المقام السامي والآن هي في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ولا أتوقع صدورها قريباً لأننا لنسنا جاهزين لحد الآن وهذا موضوع يحتاج لنقاش ثاني ونقاش طويل لأننا أتكلم عن البنية التحتية لأننا أتكلم عن وعي الفرد السعودي لما أتكلم عن المقومات السياحية لما أتكلم عن المعلومات السياحية فهذا الشيء لحد الآن يحتاج عمل وجهد كبير طبعاً هي العامة السياحة والتراث الوطني من الحاجات التي سوتها المسارات السياحية ننضمت مشروع المسارات السياحية ننضمت مشروع المتاحف الخاصة والعامة اليوم يوجد أكثر من بثين متحف فهذا ينمي نمط من الماضة السياحة المهم جدا السياحة الثقافية وكذلك عملت على تنظيم الترخيص الالكترونية لمنظمين رحلات السياحية لوكلات استفر السياحة للفنادق للمعارضة والمؤتمرات وانشأت مرامج وطن المعارضة والمؤتمرات يعني صار هناك تنظيم اكثر لأغلب قطاعات السياحة واصبح هناك قبل كان فيه خيارات سياحية ما فيه جهة مسؤولة عنها لكن اليوم اصبح مع وجود تنظيم الثقافة وهيئة الترفيه والهيئة الرياضة صار لها نشاط اكبر فاصبح هناك يعني تناغم في القطاعات الاخرى التي تصوب كلها في مجال السياحة وهذا الشي يعتبر شيء ايجابي ومهم جدا باذل الله في الجزء الثاني ومحاضرة رح يتحدث عن قطاع الضياف وتطورات التي تحدثت بمملكة العربية السعودية وكذلك عن قطاع النقل ونحاولنا نقدم يعني موجة القصيد جدا على سحب مملكة العربية السعودية في ناس رأس سنة الأسبوع الماضي عن قصر المحاضرات Quantity over Quantity ايش معناه كلام ذا معناها الكيف وليس الكم فحاول نعطيك معلومات مفيدة جدا وارقام مفيدة جدا وليس أعطيك كمية معلومات ضخمة وما انت الواحد يقفل التيومز اللي يكون راحة فبإذن الله يكون فيه كمية معلومات مفيدة ونفيد ونستفيد شكرا لكم شكرا لكم